ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه هو إبرا شانكس في مراجعة الفصل ماءة واثنين ما بعد الألف حاسبوني بكلج يا طيب إبرا أعطاني النظرة أمي أبا لا نظريتي نظريتي واثق فيك أنا يلا حيو إبرا والله منورتي الله يحييك الله يحييك الله يحييك الله يحييك يقولون منطول الغيبات جاب الغنايم شرب واشتبي بس يا وجود أبي بالغنايم قريت عن المسلسل الجديد الانيميشن الجديد اللي بالتعاون مع وتأنيمي طبيعي أنا قريتين تسألني لا أقصد يعني هل تعمقت في البحث عن الموضوع لا بس هم قالوا أنه بيطلعون عن هالمعلومات هم ما بعد أعطوك الكلام الأساس بس قالوا أنه بيبدأ من البداية يعني هذا الشي الرسمي اللي ظهر السؤال إعادة إعادة إنتاج من الصفر بمعنى أنه راح يتم رسم كل شي من جديد ولا بيكون تحسين ولا بيكون يعني إعادة رسم نفس الفريمات لا 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 ما نقدر فيها مصورة مظبوط بس إذا بيعيد الرسم أحس أنه بنطلع من الستايل حق ونبيس فاهم أي أي هي هو مية بين المية بنطلع من الستايل بس إنها في نظري أنا بتكون حلوة إنها تطلع بشي ثاني يعني أنت تناظر ونبيس بثلاثة اشياء بالمانغا وبويت وبويت لأنه ومبيس بالذات قبل السنتين كده فيه هوية معينة مشيت الشخصيات شكالهم رسمهم لوفي بشكل عام كان شكله مختلف تماما جسمه بنية الجسدية حتى الشخصيات الثانية يعني بما فيهم الشخصيات الانثوية بعد السنتين الوضع صار مختلف تماما هذا اللي خايف منه أنا بس الحلو في الموضوع أنه بيتم إنتاج الأنيمي في اقتباس أصلي مئة في المئة معادي فيه تمطيط معادي فيه زحلطا معادي فيه إضافات ما الأمة لازم وفيه اختصارات بعد الاختصارات بما يفيد القصة يعني ما يقصقصو لك حاجات مهمة جدا فوالله خبر كان مرة حلو صراحة وبيعطي فرصة كويسة لللي ما تابعوا ومبيس لهم يتابعوا الحين وينبسطوا ويفلوا أمهم وأنا عرف ناس كثير يرئي اليوم أقدامة كاسلين يتابعوا ومبيس بسبب كثرة الحلقات ولا لومهم والله طبي ولا لوم ولا لومهم ما هو شي سهل أنك تجلس تابع ألف حلقة ألف قرابة المئة حلقة طيب الفاصل ألف ومئة واثنين يا إبرا أنا كنت أتوقع أنه خلص البكاء خلص الدمع من عيني ونسيت طعم الوجع والآه بعد يعني كنت أقول إيش بنشوف خلاص يعني باقي شوية رتوش كده يقفل فيها الفلاشباك ونلطم لكنه دجاء باليسار باليسار طان يسر خلينا نتكلم بالبداية عن خروج بوني للبحث عن كومة وهذه نقطة مهمة في حال إننا نبنربطها برحلة بحثها عن كومة في إطار إنه كومة كان يشوفها وما يبواها تقابله دي جعل أنت كنت معي أنت كنت معي ولا ضدي في الموضوع هذا إيشو أنا كنت أقول إن كومة يدري عنها والله أنا ما عارضت ما أفتكر إن عارضت ماجد العامر قال نفس الشي ما أفتكر إن عارضت بس فيه اللي عارضني فيها شعيب اللي عارضني فيها شعيب أنه ما كان يدري عن لوفي هنا هذه نقطة مهمة ايه لا أنا كنت أقول يدري عن لوفي بس في نفس الوقت كانت كنت أقول إنه لا ولا مو أنا شعيب كان يقول ممكن إنه يشوفه ويقول يمكن في المشهد الأخير يمكن متأكدين منه هو قالها أصلا هو بيكون يشك لأنه عرفنا يعرف خصائص المطاط فهو كيد شاك فيه بس إنه تأكد هو متأكد حاليا بس لا زال فيه إذا فيه أحد بينقذ العالم فهو بيكون له فيه هذا كلمتها في الفصل بس سيناريو اللي سواها أوداتشي أو شعيب ما عليش ما تتفق معني ما كان يعجبني أصلا إن كوما في اللحظة الأخيرة بيقول لا والله هونيكا الآن حلوة نتكون فهمت مو بنا هو اللي ما يعرف الآن يعرف هو أوشاك بس باقي الواحد بالمئة تتأكد الآن يشوفه خلاص هو شوف يوم شاف لوفي في قرية الشي اسم القرية اللي في الازرق الشرقي المهم قرية لوفي لما شاف لوفي هناك شاف رجل لوفي كده طالع السمو وشاف وقاعد مطاط عارف اللي كده بس كده كانو أخذ انطباع عنه ومشي راح بدين عرف أنه ولد دراغون أخذ انطباع ثاني وراح إلى الآن ما في شي أنا شفت ولد هاك الفاكهة مطاط إيدا بجلوف ذا الحيوانات في الجبل ولد دراغون بس هذه المعلومات اللي كانت متاحة بالنسبة له بس في الفصل هذا جاب لك أودة إنه لا هو شافه متسلط تجاه العبودية يا سلام يكره العبودية يقمع المستعبدين فهينة كونت الصورة واكتملت في ذهن هو ممكن أخذ انطباعه في البداية عارف اللي أوكي مطاط ولد دراغون بس لما شافه وش سوه في مريجوة ولما لكمت تنين السماوي ولما ولما قال لك يا أبويا هذا مو ولد مطاط بس هذا قد يكون نيكا هذا بيكون نيكا ما فيها كلام فكان بناء الحدث رائع جدا من البداية يعني حتى يعني حتى معرفة كومة للوفي إنه هو الجوي بوي ما جات ما جات كده بس من أول نظرة أوه مطاط هو أخذ انطباعين طباعين بعدين في مريجوة هناك هب العاشا وطلع هو السبب في إنقاذه لهم إنه كان يعتقد إنه إنه هذا الطاقم بيكون هو طاقم اللي بيحرر العالم مستقبلا بدري أيوة وعلى ضوءها كمان برمج نفسه عساس يحمي سفينتهم فحدث حدث تكومه بشكل بشكل عام يعني أنا شوفه واحد من أكثر الأحداث اللي تم بنائها بشكل مثالي جدا ما في ولا غلطة من البداية مرورا بثريلر بارك متكامل كل شيء صح متكامل هو شوف أنت ذكرت كلمة أنه كنا نتوقع أن الجزء القوي ما جاء وخلاص يعني خلاص الدمع من أين كتقول الموضوع اللي كنت أنا انتظره وغالبا حتى ما أجد تكلم عن الموضوع ريالي اللي هو لا خل الموضوع ريالي بس أنه اللي هو الكلمة الأخيرة الكومة الفيقابانك وش بتكون هذه قسمة الظهر 100% أنا متأكد من قبل أصلا أنا عارف أن النهاية بتكون فيها فيها سالف آخر كلمة قالها اللي هو هي اللي طلعت في آخر صفحة هي الختامية أصلا اللي هو عيد ميلاد عاشر سعيد هذه آخر كلمة قالها أصلا قال لا تنسى تقول البوني إذن الله داخل كبس الموضوع ذيقابانك هو ميت هم أنت هم تقطع والمحزن أكثر أن أودا ربط الفلاشباك ذا كله بلقطة بوني وهي تشوف كل الذكريات هذه إجرام والله إجرام أبويا أبويا كان أبويا الله يرحم وكان يقول يتكلم عن الصبر كان يقول صبرنا صبرنا وقالوا ما صبرنا شي صبرنا صبر الأرض على الخيال والماشي جاءت في بالي لما شفت كومة من يوم هو صغير يركض وهو شباب يركض ذكرها كومة مرة رائعة في في الفصل لما كان يقول أنه طاقم لوفي غير مستعد يا سلام ذيك الوقت كانوا غير مستعدين إنهم يروحوا العالم الجديد وإلى الآن ما زال فيه كمان غير مستعد يا سلام عليك أخيرا أيه يا وجود تذكر نقاش سلفة حكومة العالم من أكل اللي تطقينا فيه كل ما تتعرف أكثر على القصة كل ما تحس أنه لسه العيال باقيلهم شوية باقيلهم شوية تحسنا تونا يا ولد يوم خلصنا وانو نقول نزل لنا أيونك ونزل لنا نتيج ونزل لنا بعدين عودة في الساقة الأخير هذه أجرم إجرام يا رجل الله إجرام قرية لوفي ذكرتها تو تجي في بالي سبحان الله قرية فوشة من مملكة قوة يا سلام إن شاء الله أنا ما غلط فيها بعد أخاف أني كلدت يا رجال عوافي الهمش نوصل الفكرة وغير كذا يا أخي يعني أودة لما جبلة قدم لنا كايدو فوانو كنا نقول إيش خلاص إذا لوفي سدح كايدو خلاص يعني هو مستعد كذا بس حتى سدحة الكايدو ما كانت بجدارة مئة بالمئة يعني معليش هو ما هو رجل لرجل ما كانت رجل لرجل مئة بالمئة السنزاف أيه ومستنزف مستنزف كايد طلع لنا طلع لنا ساترن وطلع لنا الفرسان المقدسين أهلا موضوع موضوع تقديم القوة داخل عالم ومبيس ما زال ما زال ما زال لسه ما إحنا فهمينهم بالمئة باقي يا رجل تو في نقاشة مع هدد الشباب تكلم عن موضوع الملكي وأن أودة ما بين القوة إلى يومنا هذا طبيعي أودة ما بين قوة ومبيس إلى يومنا هذا أعطاك الأشياء الرئيسية إلى الآن أنت ما تدري كيف يعني مثلا مثل القتال قارب مع أوكيجي والقتال اللي صار في ذاك المكان اللي أنا بوجهة نظري أصلا ما ظهر القتال كامل لأنه في ظهورها الأخير لقارب ظهر معطفها بكل شيء الظهور الثاني ظهر بدون معطفها يعني واضحا فيه جلد صار وأوكيجي نفس الشيء بدون معطفها ففيه جلد صار بينها أنا بالنسبة لي فيه حوار صار بين أوكيجي وقارب أخفى أو هذا ممكن بس ما لم يتطرق الموضوع هذا بتطرق في موضوع القوة إلى الآن القوة ما هي متبينة في ومبيس وخاصة الملكي الملكي وكأنك تحس أن قارب كأنك تحس أن الملكي التغريف اللي استخدمه لوفي هو التصلب العادي التصلب المتقدم هو الملكي اللي يقدمه قارب اللي هو من بعيد كده فجر مباني فهمت كأنه في جار الجالكسي إمباكت وكأنها تقنية له ممكن تكون تقنية ممكن تكون في نفس الملكي أصلا نفس الشيء اللي سواه شانكس مع الثورة الأخضر خله يتشنج وش السبب أن شانكس سوى كذا طرح شانكس المعلومية ده ما تدري شانكس في المانقة مع أكاينو يوم وقف الحرب يوم وقف شانكس وقف بعيدا عن أني أنا أحب مثلا شانكس البعض بيقول الكلام لا لا أنا بيجيك من منظور القصة نفسها زين أكاينو مم مسلوب أن يوقف حتى لقولي قدام هقوة منه فهمت مم مسلوب أن يوقف ليش وقف في ذاك الموقف وزيدك من الشعر بيت شانكس في المانقة الأنيمي ما بيينها كذا في المانقة القبعة كانت حور الرجل أكاينو نزل شانكس أخذ القبعة من عند الرجل أكاينو وأكاينو واقف كذا ولا حركة ولا حركة ليش البعض بيقول مثلا شانكس أقو أنا ما عندي مشكلة شانكس أقو أي إن كان الآراء ممكن تختل فينا بس الكلام بعد ما أبعد شانكس أكاينو قال سحق لك يا أحمر الشعر طيب اليوم قدامك ليش ما سوت شي مو بابه ياط بس هاكي شانكس فيه سالها فيه سالهاكي الهاكي الملكي بشكل عام فيه أشياء ما تبينت إلى الآن بس كل واحد تحسه أسلوبه في الهاكي الملكي يعني قارب أسلوب قبضات فأسلوبه أسلوب تدمير فهمت؟ أسلوب شانكس لا أسلوب حد سيف فوحات بصم من البداية حتى الملكي حق شانكس أودا قاعد يقدموا أكثر من مرة من بداية الأنين قدموا مع الوحش يبنيلة بعدين قدموا في سفينة اللحية البيضة بعدين قدموا في المارينفور بعدين قدموا مرة ثانية في سفينة ضد فوانو لا قاعد يقول لك أنه ذا الآدمي بالملكي بالأسلوب هذا اللي هو كيف نقدر نسميه؟ ايش نقدر نسميه اللي قاعد يسوي شانكس هذا؟ هو ملكي بس استخدامات الملكي للحين قاعدة تتفرد قاعدة 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 تخصصة ملكي لا لا شانكس كذا استخدامه للملكي في أنه دقيق لا أنه بس في الجزئية أنه يخلي الناس اللي حولينه تتصلب وتطيح ويرعبهم مرة مدرك الجزئية هذه ولو تلاحظ قاعدة يكرر النقطة دي النقطة دي بالتحديد خوف وحش البحر دخل سفينة اللحية البيضة طيح الطاقم بعدين أفوانو طيح الطاقم وأثر على الثورة البيض في المارينفور نفس الشي كانوا قاعد يقول لك أنه هاكي شانكس في دي الجزئية بالذات عضل أنت دوبا قلت هاكي قارب في التدمير في موضوع معين قاعد يبينه أودا أحسنا لسه ما إحنا فاهمين أنت قصدك تخصص شانكس في الإطلاق يعني إطلاق ترى حتى تدري في الفيلم تذكر الفيلم أنت ولا تدري أفتكر كان نائب الأدميرال نائب الأدميرال سقط شوي وقام يمسك في الداع عشان ما يطيح نائب أدميرال يا بجود أي وكان في جيتورا وقتها كان ماسك سيفة كده متمسك فهمت؟ يعني ما كأن الوضع بس إسقاط كأنه تغير في الرياح وللمعلومية بما أننا نتكلم في هذا الموضوع بتكلم عن دراغون دراغون درب سابو وسابو دمر القتال اللي كان في ديرس روزا الحلبة دمر الحلبة كاملة بالهاكي وكان يقول ريو ومدري إيش اللي هو التنين مخلب التنين وهاكي بالهاكي بالهاكي أظهر الهوى يعني ممكن مستقبلا يعني هذه ترى من الأشياء اللي قد شطهت فيها أنا أول أن الدراغون ما عنده فاكيها كله اللي قاعد تشوف هذا بس هاكي أي حتى الإعصارات اللي طلعها هذا نوع من الواعي والله كل شي جائز كل شي جائز هو شوف موضوع النهر دراغون ما يكون عنده فاكيها صعب مرة ترى مرة 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 غير وارد بس فكرة أنه ممكن أودا يكون ناوي يقدم لنا شي جديد عن الهاكي يخلينا نقول يا أبويا أي فواكي يخلي الفواكي تنقلع جايز جايز إحنا إلى الآن إحنا إلى الآن لما نشوف روجر بالهاكي لما نشوف في شخصية كثيرة بغض النظر عن فواكيها استخدامها للهاكي مرعب جدا مرعب شوف نذكرت روجر أبوديود ذكرت روجر روجر في الحلقة صفر أو في الفصل صفر وش سوى مع الأسد الذهبي يوم كانوا محوطين عليه أيوة وش قال قال لها تنظم معي قال لا بعدين يسوى روجر قال لها يعني أنت بكلامك هذا تقول لي كأنك تقول لذبحني رد علي روجر قال لا أنا اللي بذبح وصار بعدها وصار بعدها الكاتب والراوي أعطاك أن في شي صار ألحظ مع روجر وزي كده طيب وش وش اللي صار محما اللي صار عصار طيب العصار أنا ممكن هاكي روجر مربوطة بشكل دراجون بس أنت تكلمت على موضوع شانكس نرجع له أن تحس شانكس يعطيك السقف بعدين إلي أنه وصل لهنه في القصة مع تقدم مع لوفي ومع الطاقم فهمت؟ إذا وصلنا أنه للشي اللي شفناه من شانكس اللي هو مثل إسقاط حق اللحي البيضاء يوم وصلنا لهنه في وانه شفنا لوفي صار يأثر على الجو المحيط مثل قدام كاتاكوري كان تكسر عالم المرائع زين هنا الحين أعطاك شيء ثاني للشانكس في الهاكي الملكي بعدين نرجع لنا إلي أنه وصله بعدين يعطيك شيء ثاني اللي هو سلاش الكد مع أنه ما بين وش صار فيه اللي هو تقنية روجر بعدين نرجع لنا إلي أنه وصله إلي أنه وصله وترى حرب فواكه الشيطان مع حرب الهاكي هي مستمرة إلى الآن أودا يظهر لك الآن الفواكه الإسطورية تحس أن الفواكه لا دقيقة أصبر قاعد يظهر لك أدميرال اللي هو كيزارو ومع اللوقيا بعدين بيظهر لك ممكن تفرع في الهاكي بعدين بيظهر لك كذا بيظهر لك كذا غالبا مثل أبو الشانكس ما أظن عنده فاكهة يعني ما أدري تصوري كذا يعني بيكون تخصصة هذا اللي هو في قرلاند ما أدري أبو شانكس أبو عمو خالو جده ألمم نفس الديرة جاء فموضوع موضوع أنه أصلا الموضوع بحد ذاته فكرة أنك خلاص تشوف الموضوع وكذا هي هذه القوة غلط السلام عليك لا لسه معلش لسه باقي إحنا ما نعرف شي صحة أوكي شفنا فوان وشفنا استخدامات للهاكي شفنا تغليف شفنا بس حس أنه لا لسه باقي لا زال الطاقم لسه باقي نرجع الكومة أنه بدأنا من سالفة الطاقم أنه طاقم غير مستعدين غير مستعدين وغير كذا أودة يعني أودة ذكي جدا في إظهار الشي اللي يحتاجه المتابع في الوقت التوقيت يا أخي التوقيت التوقيت مهم جدا واي توقيت يعني واحدة من الأشياء اللي ممكن نتكلم فيها في هذه الجزئية عندك لما أول ظهور الكومة في ثريلر بارك يقلع أم الرعب يقلع أم الرعب مستحيل ترى في أعين هذا الشخص إنسان طيب أبدا بعد مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة تدري أنا متى ها متى ها قلت ممكن هو يكون إنسان صارم أصلا طبيعته كده لما سابه قال كومة اللطيف كومة وجابه بتسامة كومة قلت يا أخي والله ما نعرف شي عن كومة يا أخي ترى من بدايتها من ظهوره في الثريلر بارك في بوادر طيبة ترى صدق والله في بوادر طيبة والله يتكلم في الثريلر بارك ما في أي بوادر طيبة والله فيها وجود لو بتعيد الحدث والله بتشوف تذير بمعرفة الحين ممكن بس بجهلي بجهلي أنا وقتها أول ما شفته طلس دين أهلهم رقدهم كلهم وجاء زوره وجاء زوره وقال له يرحم أمك خذ رأسي ولا تأخذ قائدي قال له هيخذ ألم قائدك ها يا فلا أسمع 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 شوي وجود أسمع أنا ما أقول لك عن نظرتي كأول متابعة لا زين كأول كأول متابعة إليه نوصل المرين ندري إنه هو مع الجوش الثوري أصلا وش نظرتك بتكون اللي فعلها مع ذا يا يختبر أو أي إن كان وبعدين طلع وش قال هذا المتوقع من ابنك فواضح أنه في شيء في الموضوع هذا في شيء سواه البوادر الطيبة اللي أقولك عنها هو الوحيد اللي كان يسمع كلام الحكومة زين وهذا اللي ظهر في ذاك الوقت زين اللي التلميحة هذيك لا يعصى بعدين رجع بعدين رجع لها الكلام وين الكلام كيف أنت سلاح للحكومة حتى أنت كنت تظن ما له هوية لحالها وقت متابعتك الأولى بس أنت ما تذكر أنا أذكر منك كذلك الموضوع أنا جالسة أحاول أفتكر حتى يعني إيش كانت نظرة الأولى له بس ترى يعني حتى لما عطيتك نظرة الأولى لحين هو نظرتك الأولى كنت تظن أنه سلاح هو فعلا سلاح يعني مو بشري صار سلاح أنت كنت تعتقد أنه سلاح سلاح بعد موقفة مع زورو أني أنا أحترمك كزورو وأحترم موقفك هذا مو بادر طيب مو بادر طيب يا خير أنا أشوف أنه هذه أنا أقدر أنا أقدر أسفل فيك وأسفل في إطاقمك وأسفل في أم السفينة أنا أشوف أنه بالعكس حتى الأشرار يحترمون بعض الأشرار عندهم أخلاقيات في القتال وشاف هذا المبدأ وشاف هذا التصرف من زور احترمه أنا اللي بقوله لك أني ما كنت شايف أنه شخصية طيبة خلينا نقول أنه شخصية كويسة مع الحكومة وجالس يدور ورا لوفي وجالس يختبر فيهم وجالس يطلع وينزل ما كنت ما أخذ عنه انطباع يعني الانطباع اللي كنت بأخذه الحين فبدأ أودا يعطينيها بالقطار بالقطار طبيعيا سأكد نشوفها الطاغية عشان كلامهم أنا ما أقول أن نظرة كلولا خطأ أو أني أنا شفتها أنا حتى جاسي حاول أفتكر نظرة الأولى لا لا أنا شفتها كشرير مثلك وجود هذا النظرة الأساسية أصلا بس أقصد أنها لا لو ترجع بتشوف لا والله فيه بوادر اللي تقول والله يمكن لها رجعة فهمت ما أقصدي لأن ضررها بزوره هو ما ضرر زوره هو أخذ ضرر لوفي وحطه في زوره أفاد لوفي بس ضرر زوره فهمت فهمت أقصدي حتى ضررها للناس اللي كانوا موجودين أصلاح حكنا ندري لوفي لما قال قال يا ولد أمش والله يشيط أموري طيبة شفت بس هل تتوقع أن كوما ما كان يقدر يقتل أحد من السبهل اللي موجودين إلا طيب بس ما قتل ولا واحد طيب ليه ليش خلى لوفي بادر طيب ذي وجود هو أمر يا رجل يوم راح سنقوكو وقال له ليش ما جبت ليراس لوفي قال ما قدرت ومادري إيش تنرفز سنقوكو ليش تتسوقها علي أنت هذا تحس أن فكرنا أول أن قرصان فممكن ما يهتم للحكومة هو عادي يبي يشوف قال عرفت اللي مثل شانكس شاف قرصان شاف شاف عرفت اللي برعم قال يلا خليه يكبر خلني أشوف هذا بعدين بس الواقع والله والله ذبحنا لا بس يعني الفكر أنه عرف يعني عرف في مقلبنا مضبوط عرف في مقلبنا مضبوط في كوما وبعدين مقلبنا في بوني بس أمر مؤسف صراحة أنه يا رجل أنا كنت أكره بوني أمر مؤسف صراحة أنه أنه بوني كانت تدور عليه وهو كان يشوفها وهي تدور عليه ويقول لها ما أقدر ما أقدر ما أقدر قابلك ما أقدر قابلك ما أقدر ما أقدر وشافها في الخبيل شابوندي أنا والله في نقطة كنت متوقع أني أشوفها وتكلموا فيها أب ماجد العامر وشعيب يوم كنا مع بعض جلسين أنه ممكن يجيب لنا الحوار اللي دار بين ريلي وبين كوما ذيك اللحظة غريبة ما جاء ما أتفق نهائيا أنا ما أتفق أنه هناك زيادة على الهيالة كوما يعني معقول كوما رح لريلي قال له أنا من الجيش الثوري يزهلني إيش إيش اللي بيخاني ريلي يعطيها الضوء الأخضر أوكي تصرف هذا شي ظهر في القصة ذكرني هو ظهر فعليا ريلي وكوما في البداية ما ظهر للحوار ظهر بعد السنتين أو بعد المريم فورت المهم أنه ظهر متأخر ظهر مو في اللحظة نفسها زين ظهر بعدين الشي اللي دار بين كوما وريلي قال كوما ريلي كذا على طول قال أنا من الجيش الثوري رفع رأسه ريلي انصدم بعدين رد عليه ريلي قال وش الشي اللي يضملي أنا ما أصدق قال كوما رد عليه قال جعلك ما تصدق ما علي منك فما الله مشه اللي جد هذا الرد طهر في القصة ما في تكره لا لا موجود وقال أصلا ما حد يهتم صدق ولا ما تصدق أنا عطيت كله صدقت لا ما صدقت العلم جاء بعدين متى جاه جاه وهو موجود في الحانة وعطاه الكلام الباقي جاه بعدين وكمل الكلام الباقي بس في البداية قال أنا من الجيش الثوري أصلا ما كان ريلي يسمح له أنه يقدر يترك كيزارو يروح يتكلم عن الموضوع ذا من بعد أصلا كيزارو كيزارو قاعد يقول قال ما في شي خليني أطيع البحرية أنت كفكرة تحس أنه شخصية خبيثة اللي قاعد يلعب على الأوامر نفس ما سوى في جيتورا جاء للمريجواء وقال أنا ما جيت الشي بحري أنا جيت للمريجواء جاي ضيف ضيف بس في الواقع بس في الواقع كوما يقولها من صدق من طيب نية ما في تباع أنا أي أنا أطيع حكومة العالم عشان أم مبتزين يا الله يأخذ أمه رعب تهديد ساتر لا زال موجود عند كوما لدرجة أنه حتى ما يقدر يقابلها يوم قال لها بخلي كوما عبده إذا قابلتها وزيكا إيه إيه ما أقول لك إنه هذا الشي هذا واحد من أشياء نقد إيش كوما يعرف إنه ذون الناس ما ينلعب معاهم إيه لا تلعب لا تسوي زاحف وتروح تقابلها لا لا حتى واحد في المئة مخاطرة ما بأخذ واحد في المئة مخاطرة ما بأخذ ما تشوفني خليها تعيش بسلام أنا قد قطعت شوت طويل واستغنيت عن وعي وبعت أم 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 حياتي كلها أجي أضعف دي اللحظة عشان أشوفها وأكلمها لا وهي بتموت وأنا بموت ترى نفس الشي اللي صار مع جيني هو كان يفكر إن خلاص هذه حريتها هي بتروح مع الجيش الثوري بعدين فجأة وش اللي بيخليه يضمن أن بوني ممصير لهذا الشي بعض الناس يقول يا أخي خذ بوني وطر الدراجون وفقع هو ما كان هو كان في الجيش الثوري مع ذلك أخذ الجيني ما حد يقدر يزق في أحد حتى في نفسها ما يترق في نفسها ما هي الفكرة هو ما يبي يزوج يتزوج جيني أصلا ما يبي يتزوجها أصلا علشان ما يسبب لها خطر هو جالس يراهن يقول أنا عندي بطاقة مراهن فيها خلاص أنا ضمنت سلامتها ليش أروح أسوي نصيبها لا خلاص أنا ضمنت سلامتها انتهى أنا أموت ما عندي مشكلة حريقة أموت يلعبوا في جيناتي يسووا نسخ مني بكيفهم كل ما تيجي تتعمق بتفهم قديش كومه مرة طيب وتضحياته جدا نبيلة تكتشف أنه كذا كل ما لا تصير أنبل وأنبل 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 في معلومة يعني نحن عارفينها أوريدي بس حس كذا الكلمة اللي قالها ساتر لما قال لما قال فيجابانك أي تراني عالمة لا تلوف في الدور يعني واحدة من الأسئلة اللي كانوا يطرحوها الناس أنه أمي فيجابانك سوي برمجية من تحت لتحت سوي نقعت أنه العملية ماشية زي ما هي وطبطب ليس لا حبيبي ساتر ما هو حمار ما هو قاعد يناهق في مريجو عالم هو عالم يعني بمعنى أنه كل شيء يطلع من تحت فيجابانك هو على علم فيه مش بس علم أنه أوه أنت سويت كذا لا أنا ممكن أقدر أغوص علميا وأفهم أنت ش قاعد تسوي يا فيجابانك بس أنت صدقت بوجود الكلام هذا فكرة أنه إيش هو عالم أنه ما سوى شيء فيجابانك إلا فيه كلمة رمت في الفصل حلو فيه كلمة رمت في الفصل حلو أنا كنت كاتبها هنا اللي هي إيش الازدواجية إي الدوران هذا هذا إيش تعليقك على موضوع الازدواجية تكلم عنها فيجابانك قال ممكن نسوي ما أنا فاكر النص بس أنه إيش نخلق شخصيتين مزدوجة داخل كومة نقدر نسوي سويتش كلا تبديل بينهم كومة وعي كومة بدون وعي وعي بدون وعي بحيث نحافظ على ما تبقى من وعيه في الخلفية وخلاص نخلي يعيش روبوت يخدم البحرين تدلوش الفكرة الحلوة اللي توطر احنا أن نتناقش أي إنه إنه ممكن مفتاح التفجير الذاتي أصون يكون هو السويتش ويسويه ساترن بيده يفجر كومة جاي لا يكون مفتاح التدمير الذاتي هو السويتش هو السويتش وبعد ما خلاص يعني في الوقت فهمت ليش لأنه بيفعل المفتاح في وقت مثالي مرة الوقت المثالي هذا بيكون مثالي لنا فهمت في وقت مثلا كومة أو أي إن كان تطيير أو تفجير مع أنه في فكرة بعد انتشرت أن المفتاح التفجير الذاتي بيفجره بس بيكون بتتضرر الحكومة أو بتضرر الساترن منها يعني من أثر التفجير يعني أي تدري وشي اللي يخليني يقول هل المفتاح التفجير الذاتي موجود فعلا كومة دخل للمريجوة ودمر تدمير وقال لأكاينو لم يحدث دمارا كهذا في التاريخ يا كومة في التاريخ أنت تكلم حتى سابوا واللي جوا معه ما سووا واللي سوا كومة فهمت متخيل أنت الحجم ترموم سهلة لما جاهم كده تسلق وطلع فوق هو يقول لم يحدث دمارا في التاريخ أكاينو يقول لم يحدث دمارا كهذا في التاريخ يا كومة طيب وش صار بعدها ليش ما فجره ساترن طيب بيضر المريجوة ولا ساترن ما كان داري على الموضوع أصلا ما وصل له إن كومة هنا أو فعلا أصلا المفتاح مموجود أو إنه مع فيقابانك فهمت لو كان المفتاح مع فيقابانك وفيقابانك قلب عليهم الحين فالمفتاح ما عندهم معهم أصلا ولو كان معهم بيكون حلوة أن ساترن ما يدري والآن كومة طاير فيكون يدخل على الإقهد فأي تفجير بيكون من ضرر الحكومة أصلا لأن أي شيء أي معلومات بتطير أيوة إذا فجرت كومة بوجوده في الإقهد إنت قاعد تضحي بالأرشيف حق فيقابانك قاعد تضحي بالماذر فليم قاعد تضحي بساترن نفسه بالجنود بالسطول نواب الأدمرانات الحين في أرض الميدان خلاص فلا لا أنا عندي أمل عندي أمل عندي أمل بإذن الله أنه كومة بيرجع لوعي على الأقل على الأقل للحظة كذا شوف اللحظة نتفق فيها بس ما عليش وجود بعد كل اللي يصير هذا يبقى كوم عايش ويرجع للحياة السيدة لا 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 شوف شو ما يرجع مش بالضرورة يرجع بالعكس إذا مات الآن الوقت المناسب أنه يموت بس كيف تخليه يموت كيف تحط الكرزة على الكيكة أنت قعد تسويلي كيكة كذا من عدة أبراج آخر حاجة يحطوها فوق الكيكة تعرف الكرزة دي كيف تحط الكرزة دي كيف تقفل شخصيتك يموت أوكي وارد وبنسبة كبيرة أنه بيموت هو مات الحين ترى بس لا لا بس فكرة أنه الكيان هذا بشكل عام ما تبقى من كومة أنه خلاص نقدر نقول رسميا هو اختفى لازم يتم بطريقة كويس وفكرة أنه فيجابانك طرح موضوع الازدواجية دي لها رجعة ما ترى متعبث وانت فاهم أكثر مني قديش أودا يرمي يخليها كذا تمرمرون الكرام بس الناس تطلع من وراها ألف سالفة وسالفة يعامي خلينا نقول أنه بتكون بإذن الله في لحظة ودع بين كومة وبوني يا سلام بس لازم يكون في لحظة ودع والجوي بوي لازم يكون في المشي لازم يشوف الجوي بوي لازم يشوفه بس أبا كلا يشوف الجوي بوي الله يشكله بيجي صياح كمان يا ولد تدري تدري بس في فكرة بعد طريحت حلوة والله أن بعد ما تدخل بوني للفقاعة تروح الفقاعة حلو هذه ترى فيه شي أنا جا في بالي أذكر أن بوني كانت داخلة في الفقاعة بعدين طلعت منها بعدين رجعت تكمل الذكريات ما أدري يقصد إذا خلصت شافت إيوة أنت موضعين لما تمسك تمسك الفقاعة الألم تتكهرب شوية انت أخذت لازم لسعة لازم ياتم تصها كلها أو لا هي هي يعني كانك خد إذا هي على الامتصاص مثل مثلا الألم فهو بتروح يقول تختفي النسخة هذه في فكرة قالوا أن في الوقت هذا يوم راحت النسخة هي رجعت لكومة لأن النسخة كانت نطلعها هو نفس الألم يعني فهمت قصدي إذا راح راح بس ممكن يختلف الذكريات فهمت قصدي هي أنا ما أنا ما أيدها مرة ما أشوف أنها صحية ولا أشوف أنها منطقية يلا بتبرير بس وين الحلاوة في الموضوع هذا الوقت اللي يخلى كومة يطير من عنده كائن هذا الوقت بالضبط ترتيم لاين تقريب من كذا اللي هو قبل فترة من الوقت الحالي وهذا اللي يخلى كومة يطير للقهد حاليا الحين كومة وش راح يسوي في مريجوة ما حدد حلو هذا الشي اللي كان خايف منه ساتر أنه يفصل طيب ليش جابوا فريمين متشابهة وقريبة جدا لتسلق الرجل الآلي المريجوة ولي تسلق كومة المريجوة كلهم بتسمعون أنت حط حط ببالك حاجة الرجل الآلي تسلق وكان قاعد يطلع على مريجوة حلو ناس وفي لقطة ما في فريم ثاني جايبين كومة نفس المشهد تقريبا نفس الزاوية نفس الفريم كومة قاعد يتسلق مريجوة الروبوت الآن موجود في الإيقهد كومة توجه للإيقهد أنا باعتقادي أنه ممكن 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 كذا فيجابانك بطريقة ما استخدم شي من هذا الروبوت أثناء معالجة أثناء العملية هذه اللي قاعدين يسواه في كومة وبطريقة ما انتقلت البرمجيات من الروبوت إلى عقل كومة أحس أنه ذول الاثنين بيرتبطون في بعض الرجل آلي و كومة أحس كذا في ربط بينهم واضح أنه الروبوت ما كان رايح يتسلق عشان يدق تحية ويسلم عليهم ينزل واضح أنه رايح يسوي مشاكل كومة نفس الشي طلع يسوي مشاكل لو ما أنه أكاين يوقفه أحس أن الروبوت لابد يتم ربطه بالموضوع أنا ما أدري ذا الفصل الجاي بنرجع لهيق في شيء يربط للروبوت كومة وشو وشو قولي الطبول أي صح طبول التحرير أحسنت يا سلام هذا ما تبع الروبوت استيقب تفكر بالله نفكر فيه أم لا ها تفكر بالله نفكر فيه بوكانيري يستيقب يعني وشو لا وشو أنه ممكن فيجابانك طحلس كومة طحلس شوية من وعي كومة في الروبوت عشان كذا استيقب على طبول التحرير لا يا رجل يا رجل الطاقة يا رجل الطاقة الطاقة اللي يتكلم عنها بداية الارك نسيتها طاقة 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 الجمس عموما بشكل عام أنا كذا بإذن الله بإذن الله الروبوت مرتبط بيكون بطريقة مو مرتبط أنهم كيان واحد أنه الاثنين ذولي أودا أودا كذا رابطهم بشي معين بشي بحدث معين إيش بيكون إيش ما بيكون الله أعلم أنت مع فكرة أنه ساترن هو اللي بيموت صح؟ إي بس غالبا أن الناس يفكرون أنها صدمة لأن ذكر في العمل أنها صدمة في العمل صدمة للناس صدمة لعالم المجتمع لأنه ممكن تكون متوقعة فهمت؟ قصدك أنه ممكن نصدمنا أودا وتصير بقعة ما حد توقعها ممكن ما تستغرب شي من أودا أنت أحس أنه أعطانا وقت طويل جدا أننا نتحرى وأعطانا أحداث كثيرة جدا أننا نتحرى ونحلل إذا ما هو كيزارو ساترن إذا ما هو ساترن فيجابانك إذا ما هو فيجابانك بنقعد ندور حوالي نفسنا إيش بيكون؟ هو هنا المشكلة وجود أنت الحين ما تدري وشي بيوصل مشابهة زي كده كانت في صراع تيتش مع إيس قال لك بعد هذا هذه ستكون الفتيل للحرب اللي بقعة كبيرة جاية وطلعت إيش المارينفورد حرب المارينفورد تدخل اللحية وموت اللحية وموت إيس وموت الشعوب هذه كلها اللي ماتت فالناس ممكن وقتها أنا ما أدري كم كانت وسأكيد أنه مرت سنوات وإن وصلت المارينفورد صح؟ بعد البوكس هي قبل بداية ثري للبارك سنة كم؟ 2004 2004 2004 أنا في المتوسط يا شيخ وانت في البتدائي انسى الموضوع انسى الموضوع اسمع بس ترا بعد نهاية ثري للبارك رجع بعد ما طلعنا على طول قالوا أن إيس قبض عليه من الحكومة هنا أعطاك الجواب بس على موضوع الصدمة يعني لا تستغرب أودا يعطيك شي ما لا دخل يعني أنا أعطيك يأتي تيتش يأخذ فاكهة ساتر تيتش موجود أصلا ما يحتاج يأخذ فاكهة ساتر لا بالله يفكنا يعني كفاية بشاعة تيتش اللي حين خرص يصير عنكبوت كمان لا 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 وبقرة يا ساتر لا شكرا تيتش كده فخم والله والله كده فخم خلى كده المهم أتكلم مثلا في التصريح أودا قبل سنة في نهاية 22 صرح تصريح قال سيتقابل ذلك الشخص وذلك الشخص ستكون معركة حامية دامية وملكية ضارية قام يطبل فيها وبعدين أنهاها بإيش وأتمنى ألا يموت أحد أي والله يوجود هذا الكلام قاله متى؟ قبل سنة قبل ما يطلع كد قتال كد وشانكس قبل ما يطلع قتال لا وظن مدري إذا بدأه وش طلع يقصد فيه؟ قبل ما يطلع قتال قارب قبل ما يطلع قتال ما ندري تدري وين الصدمة يوجود؟ في تصريح قبل فترة دوب وقريب خمس أيام خمس أيام صرح نفس التصريح قال في هذا العام ستظهر نتيجة ذلك الشخص قتال ذلك الشخص وذلك الشخص وقال إيش؟ وقال سنة خلصت يا بوي كم باقي؟ قال وقد تكون نتيجتها غير متوقعة يقصد هذا العام يقصد 24 ما أظن أنه يقصد 23 23 لأنه فيه الحين إيوه أنت تقول أنه صرح تصريح كمان في 22 22 بس ما قال في هذا العام للمرة قال هذا العام أو يقصد بهذا العام بس كلمتها هنا نتيجة يمكن ظهر القتال بس ما ظهرت نتيجته عندنا كثير قتالات عندنا قتال قارب أو أوكي جي عندنا قتال لا تروح بعيد ساتر ألوفي ساتر ألوفي لأن المعركة اللي قال عنها نتيجتها غير متوقعة الله يستر مهما كانت غير متوقعة أوه وتملى لأي متحد كومو الشباب بوني تموت بعد لا تكفى لا لا حرام ما يقتلها لا والله 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 بتكون هبدة تاريخية ليش يقتل بوني ليه يقتل كومو بوني استفدنا إيه إيش استفدنا والله مجيش الفايد لا لا أوكي كومو يموت بوني لا يا أبو يرحمني الحين مضيت لا خلاص هي وعادي يموت كومو يعني يحس أنه خلاص شي وارد وزي ما أنت قلت ممكن تصير بايخة أنه كومو يرجع خلاص يعني هي قصة معاناة وواضح أنها بتختم بقصة معاناة وإيش بلمسة كذا لمسة حانية تقفل الليلة ويموت كومو أنه يرجع كومو طيب السؤالة بوجود أنا بسألك سؤال شراك في سرغفيم كومو وجود المعلومية تذكير بس تذكير لما شافهم كومو يقول جاءت حسيت برويب تذكير تذكير يا وجود سرافيم كومو ما أتكلم عن النسخ سرافيم أي هي هي أبو أجنحة السرافيم أذكرك بس يا وجود هو هانكوك اللي هي المنسوخة خقت عليه لوفي الواحد ممكن يشوفها كوميدية يمشي الليلة ضحك تكلموا فيها ترى ما أجدوا شي عيب ديك اليوم معايا أسلم بعيدا بعيدا عن الموضوع ذا بس الصدمة وين الصدمة أن أن السرافيم هذا الديين اي اللي فيه موجود قبل ما تخق هو هانكوك على لوفي تخيل انت وكأنه حلاص هو الشخص نفسه الاستنساخ هي فكرة أنه لو أنا جبت لحم قدام نسخة من لوفي بتخق على اللحم هو في طبيعة شايف دمه يا سلام عليكم فكيف بغرائز البكانير أصلا أخ عليك أخ عليك صرفهم حق كوما جنون هذا لازم يكون له دور يعني دور قوي لا لا هو تكلم فيها ماجد العامري قال مستحيل أو دا بين لك دي الهرجة حق أنه بو هانكوك النسخة ديك تعاطفت مع لوفي وحبته وخقت معاك كذا في مربط في الموضوع أعلى شي القروسي تخيل أن القروسي ساتر يأمر كوما بس يدور عليها ويطير حرك هذي بني يولد هذي بني بني انتعرف من بنتي يسر عليهم بلا أوامر بلا بطيخ انقلع بدأ ملخضر في الغراء انت انت دوبك تكلمت عن الكونسبت المبدأ نفسه المبدأ نفسه خلاص انت أخذت الدين الله يبد حلو هاني يتعاطف بطبيعته بطبيعته ممكن يقمع العبودية بطبيعته يهرب يكره المستعبدين كذا بطريقة ما لما يشوف مشهد معين كذا يشعل جانب فيه يخليه يكب العشاء زي اللي صار مع ابوه هانكوك لما لوفي قال لها رجوك يقال اوكي خلاص صار الموضوع خرج عن السيطرة والله يا اخي وده شيطان شوف التفاصيل الصغيرة شوف التفاصيل الصغيرة دي التفاصيل الصغيرة دي يقدر يوظفها بطريقة ممتازة جدا وانا وانت مستحيل نكون اذكى من وده بنوظفها رهيب تدري تدري وجود تدري وجود ان فيه ناس جابوا ترجمة لحوار لحوار شسمه فرانكي على على كومة في البداية في اول في تريربارك تدري فيه ناس جابوا ترجمة وكان فرانكي ما اخذ انه كأنه طيب اللي قدامه كأن كومة طيب بعدين كومة التفت عليه وسكه في بطنه بعدين طاح كان مستنقص عندنا في الانيمي كمتابعة اولى بس في الترجمة هذي وبالطريقة اللي شفتها انا وكأن فرانكي شاف انه لا والله طيب هو بعدين التفت علي اعطاها الوجه 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 الثاني كشر عن الوجه الثاني شف اودا وصل انه يربط اشياء كثيرة لدرجة انه نشوف اشياء انها ربط احيانا ما بربط من كثر ما هو خلاص انه يشوف كل شيء ربط في ومبيس وفي اشياء مش بالضرورة يشرحها لك كمان لازم تشغل هي حلوة في العمل هي حلوة في العمل سواء قصدها ولا ما قصدها انت انت شوفها ان ربط اودا للفلاشباكات كيف ان اودا يوظفها للقصة اخي تكلمت عنها انا في مقطع في التكتوك وكيف ان اودا خلى من ماضي لاو انه يعطينا بس شخصية لاو وعلاقتها باخو وش اسمه دوفلمينجو الى انه ربطها بسالفة الدي والتنانين السماوية اظهر لنا كيف ان ابو كيف ابو دوفلمينجو كيف طلع والسبب اللي صار بينه والمشاكل اللي صارت بين اخوه والفاكية اللي عليها مكافأة ولها دور مستقبلي كيف ربط تدري اكثر كلام طلع عن الدي والشو اللي هم اعداء الحكام والخراب يدي اللي هي في فلاشباك لاو اصلا الا اتقول لي فلاشباك لاو اقول لك فلاشباك اودن وش يقول وش اخلي فلاشباك اودن من يبدأ الى ان تنتهي وانت في اسرار يا رجل فلاشباك روبين اساس القصة القرن الفارق كانت البحوثات عليها تذكر يوم رجع من الفلاشباك بالمانقة يا رجل الربط عنده شي مخيف حتى في القصة يوم يوم بروك انت كنت التابع يوم بروك قال لابون انت بغيت تموت طحت وقتها كيف انها اعطاك شي في الحلقات الستين مدري السبعين بداية العمل مرة سبعين اعطاك عن قصة الحوت هذا تعسب الموضوع بس كده لا هو رابط ايه هو رابط بروك بلبون بس كده انتين لا 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 هو رابط كروكس بروجر اللي هو الطبيب وبعدين يبيلك ان كروكس اصلا ما ركم مع روجر الا انه يدور طاقم بروك انت اشتبي انت اشتبي وكروكس وكروكس في اول ستين حلقة كان يقول هذا الذي تبحث عنه يا روجر يناظر لوفي وهو ماشي لوفي مقفي وقال لهم كروكس عن اسم الجزيرة اخيرة اللي اسمها لافتيل وظاهرة في الترجمة الانجليزية هنا في المجلدات لافتيل بالله والله هي موجودة لافتيل ما قالوا لافتيل موجودة في الترجمة الانجليزية انا رجعتها كم ترجمة موجودة لافتيل ما ادري عدلوها ما اظنهم عدلوها بس هي موجودة فعلا لافتيل بس اننا كنا نسمعها من اليابانيين واليابانيين عندهم اختلاف بين الرا واللام الوجود روفي 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 تسمع كده حرف اللام على قولة عادل تحس كده مزيج ما بين را ولا كده مع بعض روفي فتشوف الدخول كيف يعني شوف كيف يربط الفلاشباكات في بعض يعني يعني فلاشباك كايدو اللي كان فصل واحد اللي كان بخيل فيه أودا شفت كيف أعطاك مشهد بس يوم يقول لنذهب لنذهب للقودفالي ربطها في كوما بعدين كوما ركا ربط أم الدنيا انتهيان الآن ربط أم الدنيا وبأساس القصة اللي هو لوفي أو الجوي بوي الجوي بوي عفت النبوة أخ والله تتعلم والله تتعلم لما قلت لما قلت لما قلت فلاشباك أودين أنا ما أدري أنا شفتك بتسامت كده قمت تناظرني يلا أنا أفتكرت مشهد عيني دمعت بدون ما أدري يكاليوم يوم جاء فلاشباك أودين مع روجر ورحلته مع روجر وكذا لما طلعوا سكايبيا في مشهد إلى الآن أنا ماني قادر أفهم إشي اللي خلاني يتأثر أوكي بس ليش تأثرت كذا وبغير ندرتها لما أودين قام ينحت على الجرس يا إبرا قمت والله وقفت شوف الفاكر أبكرها ما أحتاج أنا أذكرها أنا أذكرها أصلا وسويت هذه هذه الأشياء المشاعرية وجودة لي يلعب فيها أودة أحيانا فهمت تحس إن الفلاشباك ممره قاله تعرف تكتب لغة البنيقليث قال ليه قاله اكتب لي على الجرس بالله وحلنا قرأنا الرسالة وجلس إن ذيك اليوم أقول روجر كتب بدري إيش لا لا قصة طويلة روجر مع أودين وأودين راح وجابه وروجر جلس قدام اللحي البيضة قال له تكفى عطيني ياهو في قصة طويلة لين توصل الجرس هذا كيف يش اللي نكتب هنا شي 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 جنوني شي جنوني وترى ظهورها الأول في المانقا كان 2002 أو 2001 ظهور الجرس الأول إيه اللي في سكايب ياه 2001-2002 آه زمانة يا من رسم الشي شي شي عجيب تقيل واحد كان يشوف المشهد ذا وبعدين بعد 20 سنة قاعد يبيل له وش صار وش الطريق يا سلام أنا يعني أنا اللي تابعت كل شي في سنة واحدة خلال ستة شهور طيب اللي شافوا الجرس فعلا قبل خمس سنة يا رجل محمد النعامي قبل خمسة عشر سنة شاف الجرس قبل عشرين سنة شاف الجرس أتوقع لنا بنشوفه يمكن كذا بيكون دعسة واحدة ما بيكون شي كثير لأنه قال لك بنقتبس بس الأزرق الشرقي صحيح وقالوا بنبدأ من الأزرق الشرقي بس ما ما حدده ترين مستحيل يدعسة دعسة واحدة أتوقع بيسو مجموعة حلقات مجموعة حلقات مجموعة حلقات ما في استمرارية ما في لما نبي استمرار هذه لأنه واضح الموضوع أصلا الموضوع استثمار واضح أنه البزن مش لعب مش مجرد يلا سوي لي شيء أسبوعي وخلص واضح أنه نزلوا مجموعة حلقات سنويا مجموعة حلقات سنويا ونتفلكس دخلت في الموضوع أودا جالس يطبخ أودا جالس يطبخ مش فقط لأجل المانغا قاعد يطبخ لأجل قصته بشكل عام فهو على قولة أفتكر كنت لو محمد أودا نتكلم عن ذي الجزئية كان يقول لمحمد أودا أنه أودا يبغى وانبيس يوصل للعالمية وانبيس من زمان عالمي هو قال هذا في التصريح قال وصلنا للعالمية وشكروا لكم وانتعلم من زمان انتبو العالمية أصلا الحين ترى في الأيام هذه إذا جاء التحديث الجديد بيتعدى ومبيس ماذا سوبرمان هو ماذا حقهم ذا المبيعات المانغا المبيعات ومبيعات المبيعات بيصير رقم واحد في التاريخ انتخيل سوبرمان الظاهر الظاهر أنه سوبرمان خبرة فيهم بس أنه يقولون نبادم الستينات إيه والكوميك بوك حق الأمريكان بتعدى ومبيس الكوميك بوك حق الأمريكان يا رجل من زمان من أيام الدفنة من أيام الدنيا سودة أبيض يا سلام عليك هو خمسمائة الحين ومبيس خمسمائة مليون وعليها يعني وهذا كبار خمسمائة وخمسين التحديث الجاي بيخلي ومليس التحديث كيف المبيعات السنة هذا الشكل عام الكوميك بوك اللي هي القصص المصورة الأمريكية ترى عند في أمريكا يعملوها معاملة تقديم معاملة ثقافة ثقافة يعني تلاقي في كل بيت فيه درزا كوميك بوك الأطفال كوميك بوك نفس موضوع المانغا عند اليابانين يعني دس عندهم بره معروفة يعني دي سي ومارفل وقصص أخرى يعني كثير هو عدا ودى دخل موسوعة قنيتس في أنه عمل لمؤلف واحد يوصل للعدد هذا الآن ودى بيدخل موسوعة قنيتس كأكثر عمل في التاريخ في كل شيء في كل وجود لأن السوبرمان أكثر من كاتب يقولون ما أدري بس يقولون شوف موضوع الكوميك شوية ملغوص لأنه في كرييتر يعني يجيك مثلا ستانلي ابتكر نص شخصيات السوبرهيرو ابتكرها واحد يسمه ستانلي توفى مات قبل كم سنة ابتكر سبايدرمان ابتكر هولك ابتكر شخصيات كثيرة لما يبتكر الشخصية يكتب لها مني ستوري وخلاص بعدين يسلمها للناشرين ويبدو يسوي قصص عليها يعني مش نفس المبتكر يقعد يكتب قصة واحدة لا لا يعني سوبرمان طاعت فيد يمكن عشرين كاتب بس خلاص من الكرييتر من اللي ابتكر ذي الشخصية فلان الفلان ستانلي ابتكر سبايدرمان ابتكر ايرون مال بلا 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 بس مين اللي كتب قصص ايرون مان تلاقي فلان كتب قصة فلان كتب قصة فلان كتب قصة من الكتاب همت؟ حتى في سنة 1976 78 شركة مارفل طفرت قاموا باعوا الشخصيات شخصيات حقوقها باعوها من ضمنها كانت شخصية سبايدرمان وإلى يوم قداء سوني ومارفل مضارب على هذه الشخصية رحم أمكم رجعونا سبايدرمان سوني تقول ما فيه فالموضوع يعني ملغوص وحاول تبسطه لك يعني فيه كرياتور اللي هو مبتكر للشخصية بعدين القصص لا يكتبها أشخاص كثيرين فتلاقي قصة حلوة قصة بوكلب قصة قصص أطفال فيه سوبرمان نسخة للأطفال عادي تعرض في التلفزيون حقه أطفال فيه نسخ مرعبة دموية وفيه نسخ فلة وحياة هذه نتمنى نتمنى تكون ويت يعني نتمنى يكون دموي نبي تصنيف عالي مع المتفلس لازم لازم تعطيني تصنيف عالي والله لازم حافظ على الهزلية هذه هوية هذه هوية جوهر من بيس وقت الملاطم نبغى نشوف تبقيس نبغى نشوف زي الفريمات اللي في المانغا ضروس كلا أيوة نبي دق خشوم تقريبا يعني الفصل كله يدور حوالين رحلة كومة وركضة كومة الأخيرة وبكاء بوني فغالبا الحين لما قالت بوني لوفي أنه أصبح هدفها مختلفة الآن معادي همها فيقابانك يعني زمان كانت حطة بوزة في بوزة فيقابانك أنه اش سويت في بابا الآن في ساتر الآن اللي اتضح أنه خلاص هدفي الآن الانتقام فإن شاء الله أنها تحصل على هذا الانتقام يعني مع أنها تبطي عظم يعني إنه هي هي تنتقم تبطي بس آه معانيها موجود العم ما يقصر بس برضو ما ننساش أنه فاكهة بوني صايرة غريبة شوي ما يا أخي حوارك مع شعيب معليش مليان كثير من الثغرات وش هو أي ودى قايلها في تصريح أصلا ايش قايل الفاكهتها اسمها عمر عمر نومي ايه أشياء الفاكهة لأن داتش يقول أن ممكن اسم الفاكهة اه ايه مختلف لا لا هي فعلا الفاكهة ظهر اسمها بس خصائص الفاكهة ممكن يعني شوف في ناس قدموا شرح الفاكهة حلو في ناس سواه في ثريدات في تويتر في ناس قدموا شرح حلو ايه منها مثلا الأشياء اللي أنت تعرف اللي هو هو في مسار يوصل له كذا في طريق يوصل إلى كذا فهمت أنا مو بقاعد أتخيل كذا فهمت مقصدي أنا قاعد أجيب نسخة منك في مسار آخر بعمر طيب إيش اللي خلاها تهشم الواقع إيش دخل العمر في تهشيم الواقع تهشيم إيش بس لما ضربت الواقع كذا شطبت الواقع ضربة تشبه ضربة اللحي البيضة ما في شي تهشم الواقع بجود ما فيه يا حبيبي فك الفصل اللي ضربت فيه ألفا هذا بس تأثير الدخان هذا تأثير الضربة المستقبل المشوه آه مستقبل المشوه وبعدين ضربتها على وجهها صح مم بس يعني هي قالت distortion future المستقبل المشوه مم هذي ضربتين مختلفة هذي ضربة وذي ضربة هي هذي هذي المستقبل المشوه هذي هي اللي خلت يدها تكبر يعني بعدين اسم الضربة مستقبل يشبهني سلام عليك فهو تشويه هي كبرت يدها العمر بتشويه بشي مشوه مم بواقعي هذا بعد شرح أقدر أقولك يعني ما بعد ثبت كل شي بس كأني أنا كبرت هيدي بشي غير واقعي بعدين الثانية هي الضربة قد تكون ما لها دخل في الفاكعة بس هي ضربة قالت فهمت اللي هي مستقبل يشبهني يشبهني فهمت أنت كنظرتك لولية ورغا حسبت لما قاد distortion future أو تشويه الواقع تشويه المستقبل حسيت أنها كأنها شطبة الواقع كده لا لا هي اللي سوتها هي نفس أظن حتى ترى تقريبا اللي ضربت بها الباب كانت تشويه اسمها بعد الظاهر إذا ما أخبر ظني بس الكلام أنها تشويه أنها يكبر بس بشكل مختلف فهمت يعني يدي أنا أكبرها مثل ما سوتي بس الضربة النهائية هذه ضربة هي تقنيتها مثل لوفي بستل ما لا دخل هذا اسم الضربة هذا ممكن يكون الكلام هذا بس ليش هي سوت كده كبرت يدها وكأنها لوفي ليش التشابه هذا اللي جاء في رأس البعض اللي شبك عليه المنظر لأن في وقتها في الفريم نفسه شف كوما كان يقول أنه خصائص المططة خصائص المططة فهو يقول كأني تخليدي مططية خيلك كيف ممكن يكون المنظر وحاو سوت شي مشابه للمحاكم بس يا سلام عليك بس ستل ستل أحس أنه فيه فيه لغت فيها عادي فيه فيه شوية أو حجيات في فاكهة بوني والله هابد العلم سلامتك إيش توقعتك الفصل الجاي دقيقة قبل توقعاتي فيه شي لازم تعتذر بعد الفصل هذا شوي شوي بعد الفصل هذا أنا أقول لك يا بوجود الغلطان بين دراجون و كوما هو كوما ما هو دراجون الغلط كله على كوما أصلا و كوما بنفسه أعتذر في الفصل هذا قال أنا آسف يا دراجون ويفانكوف أني ما علمتكم أي شي عن اللي قاعد يصير وهنا ثبت رسمي أن كوما ما ما تكلم أبدا عن الموضوع و دراجون في نفس الوقت كان يعذره رغم أنه كان يدخل في بعض الأمور يعني يجي يساعدهم و يمشي يقول أكيد عنده سبب ليش المطالبة بأن دراجون ينقذهم مدري إيش والآن جاء تبرير نفس الموضوع الغلط ما هو على دراجون غلط على كوما نفسه أصلا أنا أقصد الناس اللي يطلبون ليش ما ليش ما ساعده دراجون طيب هو بنفسه أصلا ما علمني أنا معطيه روح لفيقابانك مثلا فهمت أنا قاعد يقولك أني أثق في فيقابانك فيقابانك جاء بيبدأ فيه التجار مش قال لفيقابانك قال دقيق أنت ليش منت بخايف مني قال دراجون أنا واثق أنا أسلم لك جسدي بعدين وش الشي اللي دخل وكوما رضي فيه بس دراجون ما كان معطيه الضوء الأخضر حكومة العالم وكوما دار إن ذا الشي ما يبيه دراجون بس سكت في الموضوع دراجون هنا يدري أنه راحل فيقابانك بس ما يدري على الباقي في نفس الشي يوجود أنت حطها حطها في مكان دراجون يا أخي خوي معطيني معطيني الكلام معطيني الزبدة أنا والله يثق في قراراته فهمت أقصد خاصة كوما يوم قال لها الدراجون الشعور أنا فاهمك أنا فاهمك أنا فاهمك بس أنه الفكرة أنه أنت بتقول لي أنه الحين اللي سواه غدا أقصد في بعض الناس كانوا يقولون يا أخي ليش ما ليش ما مفروض تدخل دراجون أنا قصدował دراجون ما يدري أصلا دراجون ما يدري أصلا في بعض الناس رأي منتشر يعني دراجون نفسه ما يدري وهذا لو باللوم هنا باللوم كوما هذا لا يعني ان كوما سيء لا بس هذه طيبة زايدة فيه وما يبي يحمل احد غيره بالضبطين لسه بقولها ايه ما يبي يحمل احد غيره بس في نفس الوقت انت تعذر المشهد كامل الان بالنسبة لي انا قاعد يشوف المشهد كامل باقي بس ان دراجون يظهر دراجون ما بيظهر الى الان الشخصية ما بعد ظهرت لنا ولا بيظهر شون يعني بأدي دي بدري ايه بس انا اقول ان لا حدا يستعجل لا انا شوف انت متخيل بس متخيل انت متخيل انش عايب تخيل شعايب مش يخصا مع دراجون علشان رضوان انا وش تأخير رضوان طيب علشان بيطلع في الفصل الف مية الموضوع الموضوع ان الناس تاخذوا بالطريقتين ان الكلام ذا قلته عشرين الف مرة في طريقتين تحكم فيها على دراجون في طريقة بالعاطفة وفي طريقة بالعقل بالعقل بتدقله تحية أنا بالعقل أنا أقول لك بالعقل أنا حكمت عليه بالطريقتين عادل أنا حكمت عليه بالعقل الله يا رجل يلعن أم الصملة اللي صاملها والسياسة اللي ماشي عليها ولا غلطة لا تكمل أنا ما تحركت عشان ولدي بتحرك عشانك أكومة صح العاطفة أمر آخر لا شوف بس تدري فيه فريم إذراقن وهو يقول لوفي كبر خلاص أنا معد لا تقولولي عن لوفي خلاص لوفي كبر في بعض الناس كانوا يقولون ليش ما يدخل في الميرين فورد هو ينقذ من سموكر بس ما هي سموكر لقاءها هذاك وكأنه وداع فهمت خلاص يلا وش قال وقتها عشيفة قال أوه قرصان بعدين وش قال وقتها يوم يوم در أنه أثار على الحكومة قال الوعد قدام الوعد في النهاية كلنا بنلتقي كأنه خلاص أعطت ثقة لأنه الهدف راحت هو ولدي إيه هو ولدي مثل ما أنا ولد قرب وأنا مختلف عن قرب كلين ليش خلاص ولدي رجال هذه نظرة دراجون ولدي خلاص كبير ليش أقعد ألاحقه خلاص أنا الآن خلصت من أنه خلاص طلعه بلغ رسمي كبر خلاص أنا الحين أكمل في ذا ورغم ذلك يطلعه بس ميزة شخصية دراجون يا خميزة شخصية دراجون يا خميزة شخصية دراجون يظهر لك بوجه ولا الوجه اللي في القلب مختلف أنت تذكر لقطة الروجر يوم كان يكح دم يوم كان يكح دم بعدين طق عليه شانكس الباب خرج يضحك القطار خرج يضحك بأفضل هيئة في ناس في الواقع يشوفهم كده يوجود صح صح ما يظهر الجانب ذا من دق دق وممكن تشوفها مثلا في أبوك أو في شخص تقدر تقول أنه أحسن إليك كتير تشوف الموضوع ذا ويصير لها قدر مختلف يا أخي أودى قاعد يظهرها والله أودى كأنه يقول اكرهها يا أخي كأنه أودى يقول يكرهها هي شخصيات يا أخي بالعكس أنت لما تيجي تأخذها كده في سياق فلسفة بشرية إنسانية نفسية ترى فعلا في ناس زي كده في ناس ما يظهرون ما يظهرون إحنا مو بس ما يظهرون أودى مو قاعد يظهر يعني يمكن أودى في مرحلة وقتها إيش كان إيش كان إيش كان شعور دراجون لما لوفي قاعد يترفع في المارينفورت ما ندري ما يبي ما يبي يوريك هو ما تدري إيش وقتها كان يسوي يمكن قاعد يلطم بس في صورة في صورة معينة قاعد يبنيها لك أودى عن دراجون طيب إيش كان لما كان يسمع أنه أنه لوفي ما دريش صار فيه يش تابع أخبار هو قاعد يتابع أخبار ولده قاعد على زي ما قل لك إيش قاعد على قلبه يا الله يا كري عارف اللي يا الله يا رضح فضيما عليك يا رضح فضيما عليك ولدي في ذمتك لازم لازم يكون في جانب معين تحترمه في دراجون غصبا عنك شيء تم بي بس تدري يا أخي شيء اللي ما عرفته ليش دراجون جاب لوفي أصلا يا أخي ترى لوفي جاء بعد أهارا ليش خلفه ليش ليش وقت هذا هذا وقت مو بزواجة حس فهمت شخصية دراجون تحس إنها جادة للدرجة هذه يعني إنها خلاص بديت خلى عن الأمور صح أنه بعدين هو تطور لدرجة اللي يوصل لها الحين مستحيل تزوج أرجوك لا تحط لي موضوع أنه لوفي جاء نتيجة تفريخ وهدف معين تكثر لا 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 بس أنا أستغرب أقول ليش دراجون في الوقت هذاك كان كذا من هي أم لوفي يعني وش الأهدف يقول لك ماذا حلوة خلت تقول لك مثلا من الحب ما قتل الحب الأول وممكن زوجة ماتت من حكومة العالم أصلا وإش السبب اللي خلاه ينقلب على حكومة العالم أصلا نحن نعرف إنه كانت البحرية هو طلع منها لأجل سبب يعني من الظلم اللي شافه خروجه من البحرية دي قبل ما يتزوج قبل ما يجيب قبل وهارة قبل وهارة كي تشاف بقعة كبيرة عموما موضوع إيش توقعاتك تقول للفصل لا لا موضوع قبل ما نقفل موضوع دراغون موضوع دراغون يعني مهما شفته من عدة زوايا وقد تأخذك العزة بالإثم وتقول عنه جرث زي ما يقول عنه شعيب وأمر طبيعي أمر طبيعي جدا أمر طبيعي جدا أنه ناس تحكم العاطفة والموضوع صراحة يعني ترى لما تجي تفكر كذا يعني لما تحاول تفهم ردودة فعال البشر طبيعي ياخي ولدك جالس يدك دك وجيشك قاعد وانت قاعد حاط رجع أحسن طبيعي كذا هذه ردت فعلا ناس الطبيعية يعني حتى أودا قاعد يشجعك على ذا الشي فاهب يعني مو جالس يطبطب ويليس لا في فصل من الفصول أودا ما خلا يتكلم طلع فقاعة فاضي قدام وجه ويستفزك لأنه أودا عارف لأي مدى من الاستفزاز وصل حتى تكرهون دراغون حتى يحقدون عليه زيادة وفي مرحلة ما راح تدقوله تحية في مرحلة ما صدقني يا شيخ لأخلي دراغون هذا شمع من شمعات قصة ومبيس وهذا واقع وبيصير تحدي بس تاني تحدي العودة والله اليوم اللي بيبدأ يكتب فيه أودا قصة دراغون صدقني البحرية بنفسهم تلاقي يمدقين تحية وهو المعارضة الأول لهم والله وجود أنه كبر في عيني بعد فلاش باك شوف في كل ما انت قلتها أنه مش هتظهر في الحلقة في الأنيمي ما ظهر في المانغا أنه امتعاض وكذا بعد أنه التفت بوجه مختلف لا وكأنه ما التفت كان يناظرهم كذا وكأنه يناظر كومة يناظر كومة بالامتعاض هذا بس إذا التفت هو هو دراغون فهمت قصدي هو دراغون ايه ايه أنا أقصد هو ما طلعوا أنها التفت بس أقصد أنه مكانه كان متقدم لدرجة ما حد يشوفه حتى الأنيمي حتى الأنيمي تدري ما طلعوا لذا الجزء كثير من ذا الجزء طيب بس قسم بالله الله يعطينا طولة العمر على طاعته في طاعته أولا ونشوف إن شاء الله نهاية القصة هذه وأنا شوف يعني انت دوبك تقول تحدي صعب ما تحدي صعب والله أودا ما في شيء يوقف قدامه والله أودا ما يقدر عليه أودا ما يقدر عليه إلا الله والله أودا ما يقدر عليه إلا الله والله يا إبرة ترى أودا في مستوى مختلف من الذكاء البشري والله ماه طبيعي يعني إحنا نشوف إنه هذي الشي اللي قاعد يسوي إنجازات هو بالنسبة له يمكن ترى ورقوا قلم والله ورقوا قلم إيش فيكم يا جماع أربط لكم القصة في بعضها إيش بكم منبهرين لا تقول أنا انبهرتوا توكم ما طيب تتوقع خلاص انتهى الفلاشباك أنا قلت من الفصل راه قلتنا هذا واخر فصل في الفلاشباك بس أخبر الشباب نص شباب كل ما جينا فصل قلنا هذا النهاية السؤال السؤال هل بنرجع للإقهد ولا بنروح وجه ثاني ما في إلا الإقهد أو كومة ما أظنه بيبعد مرة كده بيبعد بيصير قليل أدب ترى إن شاء الله إن شاء الله أنا في الإقهد يالله يا كري يالله يا كري الرجال هذا تيك توك تويتش موسوعة والله في يومبيس ولا أقولها والله مجاملة إني ما أقولها لصادقين حسابات إبراهيم وقناته كل حساباته راح تلقها في صندوق الوصف وكذلك حساباتي نشوفكم إن شاء الله في مراجعة الفصل ألف ومئة وثلاثة هو يفتقى السبع الجاية السبع هذا فيه لا لا تكفى طيب الله ما فيه ما فيه فصل إن شاء الله بيتسر لا يعني أهان بنشوفها يعني بس هل الأصل ما فيه يعني لا بسبب إجازاتهم بسبب التوقفات حق المجلة الذي الخربيط موش بسبب أن أودة ما كتب لا مبؤودة بس إنه فيها فيه البتاع حقهم شفت رضوان يقول إنه الفصل دا بيجينا بنسخة جيدة على طول مدري إيشو نهاية السنة نتفاهم عارف نهاية السنة الكريسمس فيه فيه سوارف تيجي قبل نهاية السنة يعرفها أي واحد ما قلت قلت لك أنا قبل بس إنه فيه حوسة بتصير فيه توقفات كثير مبواحة عموم بنشوف الفصل إن شاء الله بنشوف الفصل الجمعة الجاي إن شاء الله بيصير الجمعة غالبا غالبا بيكون الجمعة الجمعة بيكون طيب طيب جدا نورتني وأنا ستني كالعادة يا أبلو لايك عزيزي القرصان عزيزي الأدميرال عزيزي الثوري الثوري عزيزي التنين السماوي أنا معاد أدري البشر صاروا يحبوا شيئا غريبة فطبيعي تشوف واحد يحب التنين السماوي ويب كان معاكم الوجيه وإبرا شانكس شوفكم إن شاء الله في الفيديو أبقادم